متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنلقي نظرة سريعة على جروك فور اللي تم إيطاحته بشكل جزئي مجاني داخل جروك دوت كوم طيب ايه المميزات بتاعة جروك فور بشكل كده سريع يعني نعرف كده إمكانياته قبل ما نبتدي ان احنا نجربه اولا جروك فور هو احدث نموذج زكاء اصطناعي من اكس دوت اي اي هذا النموذج كان في الفترة اللي فاتت موجود فقط لمشتركي خدمة اكس بريميوم على منصة اكسو اللي بتكلف حوالي 16 دولار امريكي شهريا حقق جروك فور ارقام جيدة في اختبارات زكاء الاصطناعي المتقدم تم اصدار بعض النماذج الخاصة بجروك فور منها جروك فور اكسبرت وجروك فور هيفي وهابي ده حصل على اكتر من خمسين في المية في اختبار اليومانيتيز لاست اجزام وحوالي 61% في مسائل ارياضيات لمستوى يو اس اي ام او الفين خمسة وعشرين وايضا بالنسبة لي البرمجة اللايف كود بنش واختبارات الجي بي كيو اي ومهام التفكير المجرد تميز بشكل كبير جدا طب الاستخدام المدمج للادوات والبحث المباشر بيقدر جروك فور ان هو يدور عبر الانترنت بالتأكيد ويتابع منصات التواصل اللي هي اكس وتحليل البيانات الحية بشكل ذاتي ويدمج المعلومات فوريا في الاجابات بتاعته ويقدر كمان ان هو يتعامل مع النصوص والمحادثات الطويلة وفهمها دفعة واحدة لان هو بيسابورت كونتيكست الحد 256 الف رمز وبالتالي لو عندك مستند كبير تقدر ان انت ترفعه ويحله لك او عندك مثلا كونبرسيشن او محادثة فيها تفاعل مطول بالنسبة لي دعم الوسائط بيستقبل النصوص والصوت والصور وحتى مشاهد الكاميرا عشان تحصل على ردود فورية ووضع الصوت ممكن يتحدث بنبرة طبيعية او معبرة بالنسبة لجروك فور هيبي هو يعني مالتي ايجنت بيستخدم عدد من الوكلاء وكل وكيل بيشتغل بالتوازي لحل المشكلة وبيختار الافضل عشان تضمن الحصول على افضل النتائج زي ما قلت لك هو بارع في حل مسائل الرياضيات من مستوى السنوي لحد الجامعة بالنسبة لي تحديات البرمجة التنافسية ايضا جيد فيها ولكن بعض المستخدمين انتقدوا اداؤه وكفاءته في مهام التفكير المكاني او الرؤية العميقة مقارنة بنمازج زي جيميناي بالنسبة لي الخلاصة نقدر نقول ان جروك فور يعتبر من الجيل المتقدم المتميز في حل المشكلات الاكاديمية تفكير البرمجة بيدمج الادوات عشان تحصل على اجابة دقيقة عنده قدرة على التعامل مع النصوص الطويلة ويجروك هابي من اسمه كده بيقدر يوفر لك اداء على في حالة المهام المعقدة يلا بينا نجربه بشكل عملي ونشوف ممكن يتحلينا قد نجربه في الخطة المجانية لو رحنا على جروك دوت كوم هللاقي هنا عندك الاوتو بيختار البست مود الفاست ده بيستخدم جروك ثري وعندك الاكسبرت بيستخدم الجروك فور بيفكر بشكل اعمق شوية وهيفي بيستخدم جروك فور وتيمز اوف اكسبرت انتفقنا انه عبارة عن مجموعة او منظومة من وكلاء الذكاء الاصطناعي بيقولك علشان تستخدم جروك فور بشكل اكبر لازم تعمل اوب جريد تعالى نبص على الاكسبرت بما ان احنا هنستخدمه اول مرة اعتباره كمساعد ذكي في القدرة على اتباع التعليمات وتنفيذ المطلوب يجيب لي خبر موثوق حول الذكاء الاصطناعي من اي مجال ويفضل خلال الايام التلاتة الماضية ويستخدم مصادر اخبار معتمدة ويكتب ملخص نصي موجز في اربع وخمس نقاط رئيسية وينشئ لي نص جاهز للنشر باللغة العربية من 200 ل300 حرف يتضمن خلاصة الخبر ورابط المصدر وهنا انا قلت له انت مساعد صحفي ذكي انا هنا هخليه اكسبرت او خبير وهبتدي ادوس انتر ونشوف هيشتغل ازاي هنا هيبتدي يجمع المعلومات هيستخدم اللايف سيرش زي ما قلت له هيركز على الاخبار من مصادر موثوقة وبعد كده حلل الخبر وهنا هيديني ملخص الخبر في نقاط رئيسية زي ما طلبت منه ولا يتعدى من 200 ل300 حرف زي برضو ما طلبت وعطاني النص الجاهز للنشر كبوست وفي الرابط ايضا تعال نشوفه بقى فيه تسك تاني وهو انشاء تطبيق هروح تاني ادوس على الاكسبرت طبعا انت لو روحت ليه الهيبي الهيبي لازم تعمل أبجريد ايضا ماينفعش ان انت تستخدمه يعني لو دست على هيبي حتى مش هعطيك مرة واحدة تستخدمه لازم تعمل أبجريد علشان تستخدمه هنا انا وقفة على الاكسبرت وحبتدي ان انا اقول له create a professional playapp والبيانو كيبورد بالHTML والجاباسكريبت والCSS ولما جربت استخدم شاتجي بتي فايف برو لتنفيذ هذا التطبيق البسيط كان ممتاز جدا وهنا حنشوف النتيجة ايضا باستخدام ابتدى يكتب الكود اتمنى يحطهم كلهم في text file واحد وفعلا هنا في امكانية ان انت تروح تعمل preview عشان تشوف تنفيذ الكود هو نفذ يعني البيانو كيبورد او البلاياب والبيانو كيبورد وشغيل ممكن يكون الصوت مش واضح علشان البرنامج اللي بسجل بيه بيين شغير الصوت فقط اللي انا بسجل بيه ولكن بصراحة مقارنة بشاتجي بتي برو كانت النتيجة مختلفة تماما وتعال نشوف مع بعض النتيجة طبعا هنا هو على الموبايل بالمنظر ده زي ما احنا شايفين يعني مش مناسب خالص للموبايل ممكن على الديسكتوب بيكون طبعا زي ما احنا شايفين افضل ولكن تعال نبص على الشاتجي بتي برو كان التنفيذ عامل ازاي وحبيت افرقكم واوريكم التسكة ده احنا عملناه قبل كده على جينسباركي اي انا خدت الكود على اله تي ام ايل اونلاين فيور ووريكم البروفيشنال كيبورد طبعا مختلف تماما الفوليوم ادجاسمنت يعلى ويوطى اجزاء دي انا مش بفهم في الحاجات دي بصراحة بس تقدر ان انت تتحكم فيها وبتلاحظ التأثير بتاعها من خلال الصوت اللي بيطلع الويف فورم بتختار ما بين ويف فورم مختلفة وطبعا بين الفرق ما بين الاتنين والتنفيذ عامل ازاي تنفيذ جروك فور نفذ ولكن احنا شايفين شاة جي بتي برو النتيجة بتاعته افضل هنجربه بقى في التحليل هبتدي ارفع ملف وحطلب منه ان هو يحللي البي دي اف ويعملي سامارايزيشن لها وحستخدم ايضا الاكسبرت اللي بيستخدم جروك فور مش عارفة لين احسن ان جروك ثري كان اسرع من جروك فور لما اختبرناه ولكن هنشوف النتيجة لسه في مرحلة الانالايزينج يعني هو ارى وبيحلل خلص انترو دكشن انا عطياله اصلا البي دي اف باللغة العربية هو عاطيني باللغة الانجليزية بعكس شاة جي بتي ارفع له البي دي اف بالعربي بيبتدي ديني الاجابة باللغة العربية حتى لو كان الامر باللغة الانجليزية زي ما انتم شايفين عمل لي ساماري اوف كونتنت سيكشن وان من صفحة واحد الاربعة لخصها سيكشن تو من اربعة الستة سيكشن ثري من ستة لسبعة سيكشن فايف هو بيلخص صفحات صفحات مش بيلخص اوفرول يعني بعد كده حيبتدي قولي اوفرول دوكيمنت بقى مش الساماريزيشن لا حيبتدي يعني يركز على النقطة المهمة اللي اقولت يركز عليها دي اللي هي المين توبيكس نقطة القوى ونقطة الضعف دي الطائقة بتاعته في التحليل لو بصينا هنا حلايي ان انا عندي الفويس وفي الفويس هنا الفويس بعد ما هتديله اكسس هتبتدي تختار يعني الفويس بتاعك من الفويس الموجودة في ميل او ميل وهنا البرسوناليتي عايزها تكون ايه عايز يكون يعني كاسستنت هل هو ستوري تيلر ولا ثيرابيست ولا كيدز ستوري تايم ولا مولتيفيشن ولا ايه بالضبط انت بتبطيك تختار البرسوناليتي الخاصة بيه الاي اي اسستنت بتاعك والسرعة اللي بيتكلم بيها كمان وهنا اعطيك كذا فويس بكذا طريقة يعني عندك الهادي عندك اللي بيتكلم بشكل سريع وعندك الليزي اللي بيتكلم بشكل بطيء وهكذا تعالي بنجربه في التصميم في الكريات اميجز هو بيعمل كريات للامج وبيعمل ادت للامج الاول في كريات اميج هبتدي ان انا احط يعني الوصف بيظهر عندك درو وهنا هنجرب التكست داخل التصميم هل هو بيدعم التكست ولا لأ هبتدي ان انا ادوس انتر ونشوف التصميم بداعه وبعد كده هنجرب التعديل على الصور هنا بيولدلك صورتين زي ما انت شايف انا كنت عايزة تصميم لرمضان فيها رمضان كريم طبعا واضح كده من قبل ما يكمل اللغة العربية ما بيدعمهاش اطلاقا يعني هو بيدعم رمضان كريم باللغة الانجليزية لكن باللغة العربية للأسف لا يدعم اللغة العربية ودي اول حاجة طبعا هنا بيديك شوية اختيارات بالنسبة للستايلز لو رحنا جربنا حاجة تعنيها ان احنا ممكن نروح كده نجربه تاني عشان بس اوريك برضو تاني مرة تانية وهنا رمضان كريم هنا طبعا هشير الجزء بتاع العربي لان العربي هو للأسف مش بيصبورت العربي طبعا بالانجليز ما عندوش مشاكل خالص اللي انا كتبهوله هيحطه رمضان كريم زي ما احنا شايفين وقادي التصميم كنا زمان بندور على قوالب علشان يعني نعيد بيها لكن دلوقتي تقدر تعمل القوالب اللي انت عايزها تعال بقى نشوفه في الجزء الخاص بيئة التعديل هنا حبتدي ان انا ارفع له صورة وهنا حبتدي اقول له انا عايزها يغيار لي البقغران وكمان الستيل بتاع السين طبعا نغير لي الخلفية وكل حاجة امتي ستريت وينزا مورنينج ولكن زي ما انتم شايفين الشخصية نفسها يعني ملغبط لي الوش بتاع الشخصية لا مش حلو خالص في تعالوا نجربوه مرة تانية وهنا ممكن ادوز وابتدي اكتب انا عايزة ايه انا وهنا طبعا ممكن تغير في السبجكت او الباكجراوند او تعمل اي كرياتيفتي انا ممكن اقول له حقيقة مش حاسة ان ده الفوتو شوت يعني خالص ستايل عادي يعني عمري ما فكر استخدمه في ايدت عالصورة يعني بس حبيت ان انا اوليك هزي الجزئية في موجود في draw a sketch في text content ممكن تعمل connect by the drive connect by the one drive هنا recent الحاجات اللي انت اشتغلت عليها recently واللي هي كانت توليد الصورة والتعديل عليها زي ما احنا شايفين دي كانت نظرة سريعة يعني انا بصراحة يعني مش شايفة ان جروكفور حاجة عظيمة حتى الاكسبرت ممكن يكون الهيفي حاجة تانية ولكن احنا جربنا النهاردة واتمنى اتمنى اسمع رأيكم في التعليقات انت شايف جروكفور يستاهل كل ده وهل متوقع ان جروكفور يكون حاجة رهيبة زي ما بيقولوا ويستاهل الخطة الشهرية المبلغ اللي بيدفع فيها ياريت تقولي في التعليقات هنا بشكركم في نهاية الفيديو على ان انت وصلتم معايا لحد اخر الفيديو واشوفكم فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة انفو تكفر يو بحاول اقدم لك كل جديد ومفيد فارد ما ننسوش تدعمونا باللايك وشير والكومنت لو كنتم من متابعينا الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا الاول مرة ننساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة